اللي هي دايماً، أو معلش يا جماعة عذروني في الكلام ده لأنه النادي الأهلي كده النادي الأهلي كده، النادي الأهلي بيعمل ايه؟ وتحديداً لماذا تم توجيه الشكر لمستر مارتل لسارتي النهاردة؟ تم توجيه الشكر لمستر لسارتي النهاردة لأن كان النهاردة الصبح في اجتماع ما بين لجنة التخطيط والتطوير لشيخ طه اسماعيل، نجمة كبيرة الشيخ طه اسماعيلي، نجمة كبيرة الكابتن زكريا نصف النجم الكبير الكابتن خالد بيبو مع النجم الكابتن محمود الخطيب. اجيال مختلفة زي ما حضراتكم شايفين. لجنة التخطيط والتطوير قعدت مع الكابتن محمود المشرف العام على كرة القدم. اش معنا النهاردة قعده? اش معنا النهاردة القعدة اللي حضراتكم شايفينها دي كانت النهاردة? عارفين ليه النهاردة جماعة? عشان النهاردة نهاية الموسم. النهاردة او كان مبارح يعني نهاية الموسم الكروي فعليا للنادي الاهلي. بمعنى ايه? ان انت عندك تلات بطولات اشتركت فيهم. خلينا نتكلم بشكل موضوعي شوية. تلات بطولات اشتركت فيهم النهاردة. اللي هما ايه? دوري العام المصري. كاس مصر. بطولة دوري ابطال افريقيا. التانية اللي هي اللي اخسرنا فيها من سانداونز وطلعنا. التلات بطولات دي. النهاردة كانت تقييم للجهاز الفني او لمستر مرت اللي صارت كان ازاي? اشترك في الدوري العام وكنا عندنا اصابات كتيرة وكذا 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 وخد البطولة الدوري. خلاص? اشترك في كاس مصر وخرجنا من دور الستاشر من نادي بيرامدز. اشترك في بطولة دوري ابطال افريقيا واخسرنا من سانداونز وطلعنا. وبالتالي كانت تقييم بعد نهاية الموسم بتوجيه الشكر لمستر لسارتي ومعاونيه الاجانب.